السلام عليكم. واليوم الفيديو مولاتنا مراجعة للخامس. من المبادئ الصيدة. طبعا قبل ما ندرك فيديو. آآ هذا الليكتر كله بالتفصيل والتجزئة منزله بالقناة. موضوع موضوع منزله وكل الأسئلة حالها. وكل شي موجود بالقناة عنه. مو بس هذا الليكتر. كل الليكترات السابقة نذكرتها كلها موجودة بالقناة. كلها بشكل تام. نبدي. مثل ما معروفة انه هذا الليكتر يحكي عن ويحكي لك يعني شو نتحول الوزن الى حجم والحجم الى وزن شو نتستخدم الوزن كوسيلة لتحويل الحجم الى وزن او الوزن الى حجم حسب سؤال. فعدنا هذا هو ربط بين الليكتر الاول والثاني. الاول عفو. يعني يستخدم يرجع لك الليكتر الاول. نسبها طاليبة. فيعني هو ربط. مثل ما قلت. الليكترات الثلاثة راح نحتاج نحتاج طريقة الفصل اللي اللي ذكرتها بالمراجعة من الليكتر الاول. ونحتاج شي ثاني اللي هي نحفظ تحويلات. اوكي حتقول لنا نحفظ ما سنتيمتر والكيلومتر. لا. لكتحفظ التحويلات. ما الباوند. ما الفلودونز. ما البنت. حفظها ندني. ما القالون. حفظها ندني. لانه كل جمهما. فمثل ما قلت لكم انا مجرد هذا الترجمة. وتفهمه وتروحه. ما رح ياخذ من وقتك. فمثل ما قلت لكم الفكرة ما هذا. كل شي شارحة بالقناة. كل شي. كل شي. فمثل منها تعريفة. علاقة تحول. مثل ما قلت لكم علاقة تحول وزن الى حجم. عجم الى وزن. ونعرف ان المي يستخدم. والغازات نستخدم منها الهايدروجين. علا ماكو السؤال باللكتر هذا عن الغازات. فحنا نقول نادرا. يعني معظم الاسئلة هي الليكويد والسولد. هذا انها مهمة. وهاي المقارنة عماتين مهم. مثل ما قد لكم نعتبرها كوسيلة حتى نعرف اذا كان قانل. ثقيل او خفيف. اثقل من الماء او اخف من الماء. حتى نستكشفنا عندنا مستقبلا كصيادة اللي بشغل ان هذا راح يفيدنا. كل شي راح يفيدنا. فبثل ما قلت لكم هذا كل الاسئلة بنزلها في القناة قاعدة ارخميدس. او قانون ارخميدس او. مبدأ ارخميدس. كل منزله او شارحة بالقناة. اللي هو على انجسام الطافية والانجسام المغمورة. شغلنا بس على انجسام مغمورة يمكن شان. ما اذكر. المهم هاي الاسئلة كل يوم نزلها بالقناة. ايضا منزلها بالقناة. اختصار هذا الليكتر كله كله بداية النهاية يعني ربط ربط اصلا تقريبا تلاتطعش سؤال. او تلاتة عشرين سؤال يمكن. تلاتطعش يمكن. تلاتطعش سؤال يدني تلاتطعش سؤال. بداني. يعني هماتين وسيلة يعني يربط لك يرجعك الليكتر الاول. يرجعك الليكتر. هاي كل الاسئلة بنزلها بالقناة. اي سؤال اي سفسار اصني على التلقرام. على التلقرامات راح اخلي الوصف. فنكمل. هنا الكلاميات. الا استقدامة هماتين بنزلها بالقناة. شارحة. اذا السؤال هماتين. و قلت لكم دكتورة شو راح اجيب بالانتحان. فما بي لوفة يمنوا يسرها. انا صح ما هم بتحنين بي سابقا و ما نعرف شنو افكار الاسئلة اللي ممكن تجي به. بس تجي مباشرة يعني ما اي مطلب قوي. غير انو يطيك حجوم. ويطلب من عندك وزن. ويطيك تستخدم الحجوم حتى تحولها الى وزن. ها? منحدة راح اطلع يا مطالب الوزن الكل اللي اوزن جزء من المادة. وصلت الفكرة هاي اهم الفكرة اقوى فكرة ممكن يطيها هاي. فافكارها معروفة مو مثل الكتورة الثانية. يقدر يسوه من عندك يقدر حتى يجيب لك سؤال يربط لك باللكتورة الثانية باللكتورة الاول عفو. يعني السؤال هو تشوف التلكتورة الاول. بس ستة لازم تستخدم سبيل كتورة عفو. دائما تشوف ونتلاحظ انه اسئلة الخامس واللكتورة الاول دائما متشابه. على الاغلب. هنا الكلفة اسئلة الكلفة الاغلبية قالوا مفهم نشرحها. فاذا زاد وقت راح اشرح كم سؤال من جديد. واشرح عفوها الكلفة. اشرح الاسئلة من جديد. مو اسئلة من تقولها الاسئلة يعني كم سؤال مهم. انه بالسؤال يعني. اشرح انا حاول اشرحها. لسهنا هنا كل يشعر له اسالها السؤال. يعني اربط لك لا اكو سؤال. ذكرها بالكلفة كل يشعر له هذا السؤال ومرشح يجي. اعتقد انه نعطيني وزن. اه? ونعطيني سعر مع الحجم. يعني هتضطر شا تسوي. تضطر من الوزن. والسبيسيفيكرافتي تطلع الحجم. ومن الحجم. والحجم الثاني نعطي كيف سوى طلع الحجم الكلي. ومن الحجم الكلي راح تقدر تحسب الكلفة. فهذا السؤال كلش حلو. مرشح يجي. هذا الليكتور الخامس. وكل اختصار. واذا عندك اي سؤال راس اني على معرفة على التليقرام. اي. تسعة وعشرين. جاي. اي تسعة وعشرين جاي. راس اني على معرفة بالتليقرام. وجيب لي اي سؤال. بغض النظر عن كون يا جامعة. جيب لي اي سؤال. حتى لو مال جامعتك وان شاء الله نتناقش فيه ونحل سوية. مو بس الليكتور الخامس عن كل الليكتورات من المبادل بشكل عام. لانه هسا اغلبية الجامعات تخلوا اخير امتحان المبادل. اه. اي سؤال ببالك جيبين. هماتين استفادوا. الطلاب اللي بقسمي ويايا يستفادون. هماتين انت استفادوا. توصل. توصل لك فكرة يعني. واس. موسيقى